هاخدك بقى المنتخب مصر الحقيقة من بداية المشوار كنت تتوقع انك يعني النتائج المباراة بتاعتنا تمشي بالشكل ده ولا كنت شايف ان احنا مثلا كانت امور مفروض تدار من الجهاز الفني واللعبين بشكل مختلف الحقيقة فاكرة ان انت متستسهلش فتلاقي نفسك بتصعب نفسك بتصعب الامور عليك في اخر ماتش امام الرأس الاغضاء مثلا كانت خلينا اقول حركبت محمد ان انا اول حاجة ما كنتش مبسوط بالاعداد لكاس القوة في مدربين بحبها كده مدربين جريئة بتحب تلعب كرة هجومية بشكل كبير وده بش موجود عندنا المشكلة الكبيرة بالنسبة ان الاعداد كان سيء انا كنت احب انا كلعيب كرة صابق يعني احب ان المنتخب مصر يقيس نفسه مع المنتخبات قوية انا ما شفتش منتخب مصر لعب في المتشاط اللي هي أبك احنا للاسف لسه مساطر على دماغنا للتصنيف وبنلعب متشاط ضعيف عشان نكسب ونتقدم في التصنيف لا العب مع نيجيريا العب مع زنبيا حتى زنبيا دلوقتي في التصنيف اللي هي مش مش يعني لا اعمل ماتش قوي مع تونيس اعمل ماتش قوي مع المغرب اعمل ماتش قوي مع السنغال حتى ماتش ودي ايه مش كلا اخسر بس تعرف انت اعملت مع تونيش والجزار احنا ما مش برضو مش يعني التجربة ما كانتش يتحس ان الام مش يعني ماتش منتخب افريقي قول نا منتخب افريقي قول تقيس نفسك عليه تقيس انت نهاردة البطولة معاك ما عندكش ولا فرقة فرقة عربية اه يعني مجموعات وكده وحظ وكلام ده ولكن انا لازم تقيس نفسك من خلال الفرقة دي ماتش تونيس مثلا وماتش الجزار انا ما عجبنيش الاداء او اعجبني الرجولة والروح ولكن انا لحد الان وانا اسف لقول حاجة زي كده انا المدرب مش حاسس ببصمة قوية لحد دولت كانت مهمة معان يعني هو الراجل على حسب ما احنا كنا يعني متعودين قبل كده فكرة يا احمد ان انت بتلعب على شكل معين للمتخب اللي هو افل ولعب هجمة مرتدة لصلاح ده ما بقاش موجود اعتقد يا احمد بتعتمد دلوقتي على مرموش بتعتمد دلوقتي على تلزجي في وقت مصطفى محمد هل ده بقت طريقة اللعب ولا عشان التلاتة دول زادوا في الاداء سواء بقى مرموش وتلزجي ومصطفى محمد مع صلاح طبعا هل ده ده اختلاف طريقة الاداء للراجل ولا عشان النجوم دول المتقلقين يعني هو خلينا نقول برضو ورغم ان انا مختلف مع بعض الناس ان وجود محمد صلاح وجود محمد صلاح نفسه في الوزيشن ده وفي الملعب فهم ادي كامل حرية لمصطفى ومرموش عشان بس رغم ان محمد صلاح بعيد عن مصطفى وده وارد فكرة يعني حتى ميسي بالنسبة لي اعظم لعب في التاريخ لا او اكد راجل ده مع المتخبق الرجنطين ما بيكونش متواجد لها فعايز اقول لك ان وجود صلاح لا محرر الناس دي الناس عاملة زوم قوي على محمد صلاح ان هما تقفل عليه والكلام ده ولكن هين اقول لك لا برضو انا بحس كابتا محمد برضو مع كامل احترامل كل قراء الناس لا انا حسس ان الموضوع برضو فردي شوي يعني هو اداء من مرموش هو اداء فردي اداء من ترجيبية لا مش كسة جمل عشان الناس بتقولكش احنا يعني لا هي موضوع شكل خطتي معين انا حتى بعد خروج محمد صلاح الناس كلها بتقولك ان المنتخب تحرر والمنتخب اداءه تمام كل ده كلام مصبوط وكلام جميل ولكن خلينا اقولك ان في نفس الوقت منتخب غاني لما جاب الجول بيتراجع بدليل ان مجرد ما داخل فيه جول وحب يهاجم ما جاب الجول بعدها ما فيه يعني مجرد اول كرة بيلعبها احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في الدفاع ودايما الناس بتختصر كلمة الدفاع ان الارباع الورا لا الدفاع بيبدأ من عنده مصطفى محمد قدام لحده ورا الناس كتيرا ما عندهاش ده اقولك اصل حجازي اصل محمد عبدالمنعم اصلش انه مش في حالته لا الموضوع مش كده الموضوع هو تيمورك جماعي مع الناس كلها فاللي عايز اقولك ان انا برضو ما تيجي تقوله على مرموش بس اصناق بس اخر عشر دقايق تحس ان احنا بقينا فرقة محترمة وفرقة جماعية لا الاداء فردي عشان هكونا عايزين الاداء فردي عشان كونا عايزين لا وخلاص انت ما عندكش حاجة تبك عليه ولكن في نفس الوقت برضو اللي ساعدنا على كده ان غانا رجعت وسحب افضل لعب عنده رقم تمانية مجيد اشميرو هو ده اللي كان يعني كان مالي نص ملعب اول ما شاله احنا سلطلنا طبعا امام عشور امام برضو كان كويس بس برضو كل اللعيب يعني ما تيجي تقول مثلا امام كل الناس بتتكلم انه امام من افضل لعبين او كان كويس جدا ولكن امام عنده افضل من كده كتير برضو كانت محمد اطبع امام عنده افضل من كده يعني هنقول امام مثلا المستوى اللي حنعرفه عنه مصلا 6-7 من 10 يعني انا اعمال ما بنعملش اي بناء للهجمة من هي مش قصة بناء انا مش شايف ان فيه انا يعني ديني رأيك برضو انت شايف ان فيه شغل جماعي او فيه شغل انت شايفه بيحصل اكتر حاجة دقيتني في المهات شوانا بكنامك بقى الكرة الكرة لعيب كرة لعيب كرة انت كنت بتعمل الطلية ليه وانت اصلا بتلعب مع منتخب اصلا هو متميز بالكورج يعني كنت بيليه عمر كمان بيلعب كرة طلية حجازي بيلعب كرة طلية كرة طلية ارد عليك رد زاعة لبعض الناس احنا كنا زمان يقولك اللي بيلعب كرة طلية ده اللي تحيله اه يعني يقولك يعمل الطويل لانه ما فيش حاجة اه يعني انا دايما احترم المدرب حتى لو هيخسر المدرب اللي عنده فكر وبيصر عليه خاصة ان انت عندك ادوات عندك لعيبة وعندك امكانيات كواليتي للعيبة صحيح تقدر تعمل بها حاجة كويسة جدا انا مش شايف ده بصراحة ولكن برضو مش عايزين ممكن يبقى المدرب ده في اخر البطولة ياخد احسن مدرب في البطولة ياخد البطولة ان شاء الله يعني نتمنى ده ولكن انا الحد الان بس انا بتتكلم كرة مش شايف انت مفيش اي حاجة من اللي احنا كنا منتظرينه في تغايل الاداء منتخبنا انت مرموش بالنسبة لي هو man of the match الماتش اللي فات ولكن هو فردي هو رجل بيخش وبيحارب وبيقاتل وبيعدي وبيشوت